بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نرحب جميع الطلاب الطالبات السنة الثانية الثانوية للمسارات التخصصية ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد ومعنا اليوم إثراءات على على تطبيقات التجويد نبدأ في التطبيقات أو إثراءات معنى الإثراء الأول على أحكام النساة والتنوين هذه الأحكام هي الإظهار ثم بعد ذلك الإدغام ثم بعد ذلك الإقلاب وآخيرا الإخفاء الإظهار الحلقي وكذلك إدغام بنوعي إدغام بغنة وإدغام بغير غنة وكذلك الإقلاب أو القلب وأيضا الإخفاء نأخذ تعريف على نون ساكنة تعريفها هي نون لا حركة لها أعيد التعريف هي نون لا حركة لها وأما التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الإسم لفظا لا خطأ ووصلا لا وقفة هذا تعريف التنوين ونأخذ بعد ذلك أمثلة على أحكام النون الساكن والتنوين وعلى بإذن الله على بعض الأحكام للأمثلة على النون ساكنة والتنوين المثال الأول في قوله منهم كلمة منهم منهم وكذلك في قولي عز وجل أنعمت أنعمت تلاحظون هنا نون ساكنة وكذلك الدنيا وكذلك على أمثلة على التنوين غفور غفورا غفور الأول مضموم غفور وكذلك الثاني غفورا بالألف وكذلك الثاني مكسور غفور ونقرأ التوضيح حتى يتضح لكم أكثر وأكثر وأكثر نلاحظ في هذه الأمثلة أن النون ساكنة لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنها غير محركة بأي شيء بفتح أو ضمن أو كسر هذه على ملاحظة أو التوضي على منهم وأنعمت والدنيا أما التنوين أو التوضي على هذه الأمثلة في هذه الأمثلة ينطق التنوين نونا ساكنة ولذلك يُعطى حكمها هذه أمثلة على النون ساكنة والتنوين نأخذ تطبيق عملي نقرأ هذا التطبيق يقول استخرج من الآيات الآتية ما فيها من نون ساكنة وتنوين نقرأ الآيات أو نقرأ الآيات ونستمع لها ثم بعد ذلك نستخرج وإياكم الأحكام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزواء أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ نستخرج إياكم هنا نون ساكنة ثم تنوين بالضم وتنوين فتح وتنوين كسر نون ساكنة في قول كأن تلاحظ هنا في قول عز وجل كأن وعرفنا التعريف على نون ساكنة التي لا حركة لها ثم تنوين بالضم ويل ويل تلاحظ هنا ضم هنا في ويل تنوين بالضم بعد ذلك تنوين فتح شيئا شيئا تلاحظ هنا تنوين أو كلمة منونة بفتح وخذلك منونة بالكسر أثيم كلمة أثيم كسر أثيم مواد كسر واضح لديكم نأتيت كذلك إلى إثراء آخر على أحكام من الساكنة طبعا أخذنا أحكام منون ساكنة تنوين أربعة أحكام والآن نأخذ أحكام المعلمين من الساكنة أحكام المعلمين من الساكنة هو الإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي والإضغام الصغير هذه أحكام المعلمين من الساكنة وعند مرة أخرى تلاحظوا هنا الإخفاء الشفوي الإظهار الشفوي الإضغام الصغير أو الإضغام المتماثلين تعرف الإخفاء الشفوي نعرف الإخفاء الشفوي هو أن نطق بالميم الساكنة وسطا بين الإظهار والإضغام بدون تشديد مع بقاء الغنة مع الأمثلة يتضح لكم أكثر وأكثر نأتي إلى تعرف الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة عند أحد حروف الإظهار من غير غنة ولا تشديد ونأتي له توضيح أمثلة على هذه الأحكام تعرف الإضغام المثلين الصغير هو إدخال الميم الساكنة عندما نعلم مرة أخرى إدخال الميم الساكنة في الميم متحركة بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا مع الغنة تلاحظنا عند أمثلة يتضح لكم كما قلت لكم أكثر وأكثر عند أمثلة بإذن الله مثال على أحكام المساكنة في قول عز وجل هم به هم به هنا ميم ساكنة أتبعد الباء وكذلك هم بارزون هم بارزون هم بارزون ما الحرف هنا؟ الباء هذا المثال على الإخفاء الشفوي الإخفاء الشفوي في هذين المثالين جاءت الباء بعد الميم بعد الميم الساكنة فصار حكم الميم الساكنة الإخفاء الشفوي إخفاء شفوي هم به هم بارزون نغطي تطبيق عملي على الإظهار الشفوي نقرأ إياكم هذا التطبيق استخرج من الآيات أمثلة على الإظهار الشفوي وحروفه كما في الجدول الآتي وكذلك نبين السبب وأبين السبب في قول عز وجل وجعلناكم شعوبا أين موضوع الميم الساكنة وحرف الإظهار الشفوي ثم ناخد بعدها سبب الإظهار وجعلناكم هنا remindedكم هنا الكلمة من وضع الميم هنا ثم حرف الإظهار الشفوي والشين وجاء بعد الميم الساكنة الشين وهو أحد حروف الإظهار الشفوي الكلمة أخرى وبعضكم لبعض بعضكم لبعض هنا بعضكم الكلمة هو اللام حرف الإظهار الشفوي اللام وجاءت بعض المم الساكن اللام وهو أحد حروف الإظهار الشفوي في قول عز وجل الكلمة أخرى ومن لم يؤمن ومن لم يؤمن تلاحظون معي هنا موضوع من الساكن اللام وحرف الإظهار الشفوي ما هو؟ اللياء وجاء بعد المم الساكن نهياء وهو أحد حروف الإظهار الشفوي هذا يعني توضيح نأتي بعد ذلك المثال الآخر يعذبكم عذاباً أليماً أين موضوع الميم هنا؟ وحرف الإظهار الشفوي وحسب الإظهار ننظر يعذبكم وكذلك حرف الإظهار الشفوي للعين وجاء بعد المم الساكنة عين وهو أحد حروف الإظهار الشفوي لكلمة أخرى وكنتم قوماً بوراً وكنتم قوماً بوراً أين موضوع الميم؟ وأين حرف الإظهار الشفوي؟ ننظر كنتم؟ وكذلك حرف الإظهار الشفوي القاف وكذلك سبب الإظهار جاء بعد المم الساكنة قاف هو أحد حروف الإظهار الشفوي كلمة أخرى لعلكم ترحمون أين موضوع الميم الساكنة؟ وحرف الإظهار الشفوي وسبب الإظهار؟ نتابع ننظر موضوع الميم الساكنة لعلكم وحرف الإظهار الشفوي التاء وجاء بعد الميم الساكنة تاء وهو أحد حروف الإظهار الشفوي نأتي إلى المثال الأخير أولئك هم خير البرية في سورة البينة إن الذين آمنوا وعموا الصالحات أولئك هم خير البرية جعن الله إياكم هؤلاء موضع الميم هنا هم والخاء حرف إظهار الشفوي وجاء بعد الميم ساكن أخا وهو أحد حروف الإظهار الشفوي هذا تطبيق عملي على الإظهار الشفوي نأتي بعد ذلك إلى المدود المد اللازم هنا المد اللازم نقرأ الكلمات والآيات أَالْآن وَكَهْنُونَ نُونَ الصَّاخَّة تأمل معي هذه الكلمات ونلاحظ فيها ما يأتي أن حروف المد ماذا بها؟ جاء بعدها سكون أو تشديد وكذلك أن السكون والتشديد ثابتان وصلا ووقفا تقول آلآن ونون وأن فيها قدرا زائدا على المد الطبيعي المد الطبيعي حركتان فأنا زيد عليها أكثر من حركتين تعرف المد اللازم؟ المد اللازم هو إطالة الصوت بحرف مد أتى بعده سكون أصلي وسمي لازما للزوم سببه للزوم سببه وهو السكون الثابت وصلا ووقفا ويعد الحرف المشدد بعد حرف المد من قبيل الساكن سكون لازما أيضا وذلك أن التشديد نجم عن إضغام ساكن فيما بعده فشدد مثلا دابة أصرها هنا باء مرتين ثم أصرها دابة هنا ثم أضغبت الباء الساكن في الباء المتحركة التي بعدها فصارت دابة دابة ومقدار مده كم مقدار؟ إشباع ست حركات الإشباع ست حركات الأمثلة على المد اللازم الطامة تعمروني حاميم توضيح هذه الكلمات نجد في جميع أمثلة أن حرف المد الثلاثة وقعت قبل ساكن ففي المثالين الأولين طامة تعمروني وقعت الألف والواو قبل مشدد والمشد بمثابة الساكن لماذا؟ لأنه مكون أصلا من حرفين أولهما ساكن والآخر محرك فأضغم الساكن في المحرك فصار حرفا واحدة مشددا كما نجد في المثال الثالث حاميم أن اللياء المدية هي في فواتح حواميم وقعت قبل ساكن وهو حرف الميم وجميعها يتعين ماذا يتعين؟ إشباع المد فيها وصلا ووقفا هذا أمثلة على أو توضيح على المد الكلمات أو أمثلة على المد اللازم هنا أحوال تفخيم الراء تفخيم الراء في الموضع الآتية إذا كانت مفتوحة ومضومة وإذا كانت ساكن وقبلها مفتوحة ومضموم وإذا كانت ساكن وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور وإيضا من أحوال تفخيم الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير الياء وقبلها مفتوحة ومضموم هذه الأحوال أو هذه الأحوال التفخيم الراء نجدها في الأمثلة آتية بعد ترقي الراء مثل على التفخيم الراء مثل مريم قبل الراء مفتوح هنا مريم وكذلك غيرها من الأمثلة أحوال ترقي الراء ترقى الراء في الأحوال آتية إذا كانت مكسورة وإذا كانت ساكنة وقبلها سكسرة أصلية وليس بعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة وكذلك من أحوال ترقي الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعلن كيف غير مستعلن؟ يعني غير حرف الاستعلاء وقبلها هو مكسور حرف الاستعلاء ما هي خصصات تنقذ وإذا كانت ساكنة وقبلها يا ساكنة مثل بصير ساكنة وقبلها يا سهب خبير نأخذ أمثلة على الراء أحوال الراء في كلمة عن الريح وأنذر الناس فرعون حجر خير أحالة الراء هنا مرققة مرققة واضح فهنا السبب متحركة بالكسر العصلي وكذلك متحركة بالكسر العارض إنه وأنذر الناس وكذلك ساكن وقبلها كسر أصلي مثل فرعون ساكن وقبلها ساكن غير مستعلم وقبلها مكسور وساكن وقبلها يا ساكن مثل خير بصير نلاحظ هنا أن الأمثلة كلها جاءت الرافقة مرققة ما هو السبب لوجود السبب الموجب لترقيه حسب ما هو موضح هنا هذه أمثلة على هنا في أحوال الراء أو تفخيم الراء طبعا تفخيم الراء وترقيقها يعني في أمثلة كثيرة كما هنا وكذلك يأتي كذلك في قول عز وجل ولا يزال الذين كفروا في مرية هنا الراء هنا ما حكمها؟ ووضحها مرققة قبلها مكسور مرية وكذلك من حالات الراء هنا في قوله فكان كل فرق فرق هنا الراء هنا مرققة وعلى حسب وغد تكون وارتقى هنا أولى فرق وكذلك عندما تقف على مصر وقطر هذه لها أحوال وكذلك في قوله في قوله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر وارتقى ونذر فيها فيها التفخيم وفيها الترقي كيف تقف التفخيم؟ التفخيم إذا يعني بعضهم يقول التفخيم إذا لم يعد بعدها ياء ومنذر لوجود ياء بعدها فهذا يعني وكل الوجهين جائز وهكذا انتهينا من إثراءات على تطبيقات التجويد وآخرنا تطبيقات عملية على بعض الأحكام وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدى سن آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر